السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابناء وابنات الطلاب الصف الاول لعدادي. اهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من دروس الى الى الوم. معكم مساشتري في الجهري وقناة درس خصوصي. الحصنة اللي فاتت كنا احنا اتكلمنا مع بعض على معنى كلمة تفاعل كيميائي ومعنى كلمة معادلة كيميائية. وكلنا اخدنا المرة اللي فاتت معادلة في نهاية الحلقة عايزين اعرف مع بعض المعادلة دي بتحقق قانون بقاء الكتلة ولا ما اتحققش. طبعا انا انا عارف ان في كتير حل للمعادلة. تمتين حلها مع بعض كدوة. قال لي عندي كربون عندي اكسجين بديني ثاني اكسيد الكربون. طب الكربون بكم? قال لي كربون باثناشر جرام. اكسجين بكم? بستاشر ايه جرام. طب انا واحدة كربون باتناشر. اتنين اكسجين. يبقى اتنين في ستاشر. تم جمعهم اتناشر زي اتنين وتلاتين. يطلع التوتل بتاعهم اربعة واربعين جرام. طب النحية التانية برضو واحدة كربون باتناشر زي اتنين اكسجين برضو. اتنين في ستاشر برضو. برضو نفس كلام اتناشر زي اتنين وتلاتين برضو توتل اربع واربعين جرام. الاتنين بصواب بعض. يبقى المعادلة موزونة. والمعادلة متحقق قانون بقاء الكل. انا عارف ان فيه طبعا طلبة كتير يعني قدر توصل للحل وحلة السؤال بطريقة سهلة ولذيذة. اهم حاجة بقى دلوقتي اللي بطلوبها منك. ايه هي? انت مسلا عايز تحب الكيمياء. وعايز تخلي مسلا الكيمياء معك مادة لذيذة وكويسة وحلوة وما فيش اي مشكلة منها خالص. لازم تكون حافظ رموز العناصر بتكافؤ كل ايه? انصر. لازم اكون حافظ المجموعات الزرية اللي خدناها بتكافؤ كل مجموعات زرية لان ده اللي هقدر على اساسه اكتب صيغة كيميائية. ولو انا كتبت صيغة كيميائية صح يبقى انا هكتب معادلة كيميائية صح. فده الاساس. ما تجيش بقى تقول كيميا مش حلوة كيميا رقمة. لأ انت اللي بترخم على نفسك لان انت ما حفظتش رموز العناصر بالتكافؤات. ما حفظتش مجموعات زرية بالتكافؤات. فمش عارس تكتب معادلات. فمتحس الموضوع بالنسبة لك ايه صعب. لك انت لو حفظت كلام ده تلاقي دنيا ايه سهلت نسبة. النهاردة هنتكلم مع بعضها ليه بقى? النهاردة بنتكلم مع بعضها عن انواع التفاعلات الكيميائية. التفاعلات الكيميائية لما اجي بصنا عليها. بنيجي لها عندنا فيه انواع كتير من التفاعلات الكيميائية. في عندي اكتر من نوع. بس احنا بس في سنة الاعدادي هنتكلم على نوع واحد بس. حاجة اسمها تفاعل الاتحاد المباشر. باقي انواع التفاعلات الكيميائية ياخدها في سنة تلتة اعداد ان شاء الله. يبقى انا هاخد بس نوع واحد بس عندي هنا. بين سنقول عدادي. ايه النوع انا هاخده? هاخد تفاعل بسميه تفاعل الاتحاد المباشر. طب ايه المقصود بكلمة اتحاد? زي ما انت فكرت فيها حاجات بالتاتحاد مع بعضيها. حاجات تتجمع مع ايه? مع بعضيها. يعني مسلا على سبيل المسال الالم ده لوحده. الالم ده كمان لوحده. كل واحد لوحده. لأ جميعهم مع ايه مع بعض. ربطهم مع ايه مع بعض. كده عملت ايه? اتحاد. زي مسلا لما كطعة صغيرة من السلصال وكطعة صغيرة برضو من السلصال. لازل اتقوم مع بعض الاخنة بقى وحاجة واحدة. كده عملت ايه اتحاد. بس طبعا انا بعمل اتحاد عناصر ومركبة كيميدة مع ايه مع بعضيها. بس ده معنا الاتحاد. الاتحاد مباشر يعني ايه? يعني جزئيات صغيرة بتتحد مع بعضيها عشان تكون جزء مركب واحد يكون كبير. طبيعا لحاجات الصغرات تتحد مع بعض. تكون حاجة تانية ايه اكبر. فده اللي بنكلم عليه النهاردة. بنكلم على تفاعل الاتحاد المباشر. زي ما قلنا في انواع كتير بس انا اكتفل بنوع واحد بس موجود. اتحاد المباشر. في الاتحاد المباشر ايه معناه? لاتحاد المباشر. تفاعلات تتحد فيها مادتان او اكسر لتكوين مركب واحد جديد. طب ماشي اوكي. ده مفهوم او ده معنا الاتحاد الايه المباشر. طب نسأل سؤال بقى. احنا قلنا اتحاد مادتان اكتر. هي المادة ممكن تكون ايه? ايه المادة ممكن تكون ايه? اي مادة حاجة من اتنين. لامة عنصر ايامة مركب. فيش تالت. المواد لامة عنصر لامة ايه مركب. والعنصر زي ما احنا عارفين في عنصر بيكون عنصر في لزي وفي عنصر لا في لزي. طب انا هعمل ايه? هاخد الاول اتحاد عنصر مع عنصر. طب لما اخد اتحاد عنصر مع عنصر. ممكن اعمل ايه? ممكن اعمل اتحاد عنصر في لزي. في لزي مع في لزي. في لزي مع في لز. ممكن اعمل اتحاد لا في لز مع لا في لز. ممكن اعمل اتحاد في لز مع لا في لز. التالت حاجات هم. التالت حاجات دول منهم اتنين. صح? واحدة ما يفعش تعمل. في حاجتين صحة فيهم. وفي واحدة ما يفعش تعمل. هل ينفع نعمل اتحاد? عنصر فلزي مع عنصر لا فلزي? اه ينفع. طب ينفع ليه? هدين رابطة ايونية زي ما خدناها قبل كده. هل ينفع عامل اتحاد عنصر لا فلزي مع عنصر لا فلزي? برضو ينفع. طب ينفع ليه? هدين رابطة تساغمية زي ما خدناها قبل كده. هل ينفع عامل اتحاد عنصر فلزي مع فلزي? لأ ده ما نفعش. مفيش اتحاد فلزي مع فلزي. السؤال ده مهم على فكرة. ليه العناصر الفلزي ما تتفعلش مع بعضيها? ليه ما نفعش عامل اتحاد عنصر فلزي مع عنصر فلزي اخر? انا هسألك سؤال. ايه اللي بيخلل العناصر تعمل رابط كميائية وتعمل مركبات كميائية? علشان تكمل المستوى الخير بتاع الالكترونات وتماثل التوزيع الالكتروني لقارب غازي خامل ليه. طب العنصر فلزي زي ما اخد نقل بكده. العنصر فلزي بيكون اخر مستوى عنده في الالكترون او اتنين او تلاتة. طب اقصى حاجة عنده. اكبر حاجة عنده. تلاتة. طب لو بيجيب عنصر فلزي بيحتوي على حد الاقصى ليه اللي هو تلاتة. وعنصر فلزي تاني يحتوي على حد الاقصى ليه هو تلاتة. طب لو باخد تلاتة 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 وتلاتة دوت وجمعان مع بعض الاتنين بقى ام كام؟ بقى ام ستة. ما وصلش تمانين. ما وصلناش تمانين. يعني كده كده ارتباط عنصر فلزي مع عنصور فلزي مش هيقدر يوصل لتوزيع الغاز الخامل. فما ينفعش هلاقي ارتباط عنصر فلزي مع عنصور فلزي. يعني مسلا سوديوم. الناحاس ما ينفعش يتفعل مع الالمونيوم. لاندي نصر فلزي متفعيلش مع ايه مع بعض يعني. يبقى tale هاخد انتحاد عنصر مع عنصر. هاخد اتحاد فلز مع لا فلز. هاخد اتحاد لا فلز مع لا فلز. وهاخد برضو اتحاد مركب مع مركب. واخد اتحاد عنصر مع ايه مع مركب. يبدي الانواع اللي انا اخدها بالنسبة لاتحاد المباشر. هبدأ انا ناخد معادلة معادلة. نوع نوع في الانواع اتحاد المباشر ونبص عليها. احنا قلنا مع بعض دلوقتي. ايه اللي بيحصل? ممكن نعمل اتحاد عنصر مع عنصر. فمع عنصر مع عنصر. هاخد عنصر فلزي مع عنصر لا فلزي. واخذ عنصر لا فلزي مع عنصر ايه لا فلزي. اول حاجة ورقم واحد. اتحاد عنصر مع عنصر. زي ما اتفاقنا اول حاجة. هاخد اتحاد عنصر فلزي مع عنصر لا فلزي. ده زي مين بقى? هعمل تفاعل الماغنسيوم مع غاز الاكسوجين. اتحد الماغنسيوم مع الاكسوجين. طب رمز الماغنيسيوم اللي هو امي جي. والاكسوجين اللي هو او. طبعا لازم احرق شروط الماغنيسيوم. هيديني ايه? ماغنيسيوم وعاكسوجين بيديني اوكسيد ماغنيسيوم. اللي هو امي جي او. زي ما اخدنا المعادلة اذا كده وزنناها ازاي? بحطنا اتنين. واتنين عشان نوزني ليه المعادلة. ايه اللي بيكون? بيكون عندي مادة بيضة من اكسيد الماغنيسيوم. ايه ده اول اتحاد موجود عندي. ده اول معادلة موجودة عندي. عملنا تفاعل ماغنيسيوم مع اكسوجين. عملنا اتحاد عنصر فلزي مع عنصر لا فلزي. واتكون رابطة ايونية او مركب ايه ايه ايوني. وتكون مسحوه ابيض من اكسيد الماغنيسيوم. ناخد اتحاد عنصر لا فلزي مع عنصر لا ايه فلزي. او اتنين. ناخد اتحاد. عنصر لافلزي مع عنصر لافلزي برضي. زي مين? زي اشتعال الكربون برضو في وجود الاكسجين. طب رمز الكربون عايز اسمع رمز الكربون سي. طب والاكسجين سعم عليه حرارة. لازم احرق ايه? الكربون ده هو الفحم. لازم احرقه. فلما يتحدوا الاتنين مع بعض. انا ما اعملش هايكل اللي بعملوا بشي بس الزاق الدي. واربطهم الاتنين مع ايه? مع بعض. فبديني سي او تو. اللي هو غاز ساني اكسيدي الكربون. وطبعا ده غاز بتصعد الى اعلى عشان ده غاز. فبدينه ساعمل الفروب بتصعد الى اعلى. وطبع زي ما سنتك عارف وقد ناقب كده كتير ان غاز ساني اكسيدي الكربون اللي بيطلع دوت ده بيعقر مية الجير. يعني مسلا لو بحب اكشف عن الغاز دوت امرار ماء الجير فبيعقر ماء الجير اللي ايه? الرائق. احنا كده اخدنا مع بعض. احنا كده اخدنا مع بعض. اول حاجة. اتحاد عنصر في لزي مع عنصر لا في لزي. وكان بديني زي الاكسيد الماغنيسيوم. ده مركب ايوني. وخدنا مع بعض اتحاد عنصر لا في لزي مع عنصر لا في لزي. زي اتحاد الكربون مع الاكسجين. وكان بديني ساناكسيد الكربون. وده عبارة عن ايه? مركب تساهمي. الرابط الجوة رابط ايه? تساهمية. طب عايزين ناخد مع بعض بقى اتحاد. عنصر مع مركب طب لو خدنا اتحاد عنصر مع مركب طب زي ايه ممكن مسلا ناخد اتحاد غاز الاكسوجين وضغط عنصر مع مركب اول اكسيد الكربون طب نشوف مع بعض واللي هو الاكسيد الكربون مع اكسوجين الكربون اللي هو سي اكسيد اللي هو او يبقى اول اكسيد الكربون دعبار عن ايه عبار عن سي او بيتقوم اتحاد زرارة كربون مع زرارة اكسوجين زاد اكسوجين اللي هو او طو. تب دول لما يتحضر مع بعض الاتين يديني ايه? يديني برضو ثاني. اكسيد الكربون. اللي هو الغاز اللي بتطعي البعض كرماتري الجير. بس المعادلة للأسف مش موزونة. المفروض كل معادلة بكتبها. انا بتأكد المعادلة دي موزونة ولا مش موزونة. لما نشوف مع بعض. عندي واحدة كربون. فرجت برة. واحدة كربون. جميل. عندنا واحدة اكسوجين. وهنا اتنين. بقهم تلاتة واحدة سانية سانية مصدر وانا. وانا بجمع دي زائد دي. اه ما ده اكسوجين ده اكسوجين. موطلوب نفس العنصر بجمعهم على ايه? على بعض. يبقى دي واحدة اكسوجين. ودول اتنين بقهم تلاتة. خارجين برة كام? اتنين. طبعا لا. دخل تلاتة خرج اتنين. الاقل فين? الاقل هنا. يبقى حطنا ايه? اتنين عشان ازود. وارجع اعاوز المعادلة تاني من الاول. كده بقت واحدة كربون خارجها اتنين. لأ يبقى حطنا اتنين برضو. كده باتنين كربون داخلين. اتنين كربون خارجين. طب الاكسوجين دول اتنين هم? ودول اتنين. طب اتنين واتنين كام? اربعة. خارجين اتنين في اتنين بكام? اربعة. كده المعادلة بقت موزونة. وتصعد عندي غسة نوكسيد الكربون في النهاية اللي هو المفروض اللي عادلته على مية الجير بيعقر لماية ليه الجير الرائع. المفروض ان احنا بعد كده اي معادلة بكتبها انا بتعلم بكتب المعادلة ازاي? بتعلم باوزنها ازاي? ده شرط الاساسي في كتابة المعادلات الكيميائية ان لازم المعادلات الكيميائية اللي تكون موجودة عندي تكون معادلات متزينة. ولازم اتعلم من صغري كده او انا صغير لفسي اقول عادلات دي ازاي اقدر اوزن معادلات كيميائية. يتبقى عندي حاجة واحدة بس ايه هي? اخد بقى اتحاد مركب مع مركب. طب لو ما اخد اتحاد مع مركب مع مركب زي ايه? قال لي زي اتحاد محلول النشادر او بنسميه الامونيا مع حمدة هيدروكلوريك مخفى. يعني المعادلة دي بالنسبالك تعتبر بس الرموز هتقيلة شوية عشان انت بس ايه? لسه مش متعادش شوية على الرموز الكيميائي. النشادر ده عبرها عمركب كيميائي بيتكون من ارتباط زر واحدة نيتروجين مع تلاتها هيدروجين. وانت كنت خطب بكافة الترميل الاولان على فكرة لما جانا اخدنا الجزيئات بتكون من ايه بتاع المركبات? واخدنا مثال لها النشادر. فالنشادر عبارة عن ان اتش سري زاد حمدة هيدركلوريك او غاز كورية هيدروجين اتش سي ال طالما قلت حمد واحنا اخدنا الكلام ده قبل كده يبن لازم اقول هيدروجين وكلمة هيدرو جاي من هيدروجين والكلور جاي من اين? من الكولوريك جاي من الكولوريك طب التفاعل ده لما يتم اللي يحصل انا بجمع ده زي الدورت اعمليك جمع عادية خالص جمع زي الان في زيئة هنا لأ ما فيش انزلها ادي ان هنا كم واحدة هيدروجين تلاتة وهنا كم واحدة اربعة لأ سوريا هنا كم واحدة هيدروجين تلاتة وهنا كم واحدة واحدة طب اجمعهم مع بعض كله بقى اربعة يبقى ان اتش فور والسي ايه اللي هنزلها كده هون طب عاز حد يقول لي المركب اللي طلع دوت حد يقول لي على اسمه اسمه ايه اعراض زاي? انا لما اجا اعراض مراكبات الكيميائية بقى اراها مليميل للشمال هنا كلور يبقى كولوريد ده والان اتش فور دي مجموعة زرية اخدناها بكده مجموعة الامونيوم فبسميه ايه كولوريد الامونيوم ودي عبارة عن صحب بيضاء يعني التفاعل دوت لما بيحصل لما بيتم انا بعمل ايه? انا بجيب انبوبة بحط فيها حمد هيدركلوريك بجيب ساك ازال صغيرة وحطها في الانبوبة اللي بتحتوي على محدود الانشادر قبل لها فيه وقربها من الانبوبة التانية اللي فيها حمد الهيدركلوريك فبتكون صحب بيضاء تطلع الصحب بيضاء اللي تطلع دي بقى دي عبارة عن كولوريد امونيوم يبتكون صحب بيضاء من كولوريد الايه? الامونيوم طيب كنا بحنا خدنا النوع اللي عندي امتفاقات كميائية خدنا انواع كلها خدنا اتحاد عنصر مع عنصر خدنا اتحاد عنصر مع مركب خدنا اتحاد مركب مع مركب اتفاقات كميائية بقى زي ما اتفقنا لها اهمية كبيرة بتخش في حاجات كتير صناعات كتير واهمية في حياتك كل حاجة وفي انواع الوقود وكل شيء فالكامية تعتبر حاجة مهمة بالنسبة لي فلها اصار ايجابية كتير في حياتي لكن هالي اتفاقات كميائية ملاش اثار سلبية. لأ ليها اثار سلبية برضو. زي ما ليها اثار ايجابية. حاجات مفيدة. لأ ليها اثار سلبية. وحاجات برضو ايه بتضريني. طب ايه هي الاثار السلبية اللي موجودة عندي في التفاعل الايه? الكميائي. طبعا لما احرق الوقود فايه وقود بيتحرق. لابد ان بيانتق عنه مواد بتلوس الهواء. بيحصل تلويس للبيئة اللي حواليها. طبعا تيسوا اعتبر اثار ايه? اثار سلبية. الغازات اللي بتانتق باتفاعات كيميائية. الغازات دي بتعمل تلوس الهواء للجوي وده لها اثار سلبية. دي هو ما تحقا aime عرفتش نشوفها مع بعض كده. التفاعات الكيميائية ببليها اثار ايه? يعني مثلا في غازات بتلوس الهواء زي اول حاجة الموجود عندى اكسيد الكربون. اكسيد الكربون دي عبارة عن ايه بقى? اكسيد الكربون دي عبارة عن غاز اسمه اكسيد الكربون وغاز اسمه اول اكسيدlon دول بينتجوا منين لما احرى بقى الفحم حرق الوقود بينتج اكسيد الكربون دي. طب الغاز الاولاني اللي هو ساني اكسيد الكربون. ساني اكسيد الكربون دي اعمل لي ايه? طب احنا عارفين ان ساني اكسيد الكربون غاز مهم. مش قول لك لا هو مهم او ان نبات بيستخدمه اه. بس برضو غاز ساني اكسيد الكربون بيبله اثار سلبية كتير. من اهم الاثار السلبية بتاعته ان هو بيرفع بدرجة حرارة الكرة الارضية. ازاي? ساني اكسيد الكربون لما نسبته بتزيد في الهواء الجوي ده بيعمل ايه? بيسمح للحرارة اللي جاء من الشمس اللي هتعدي يحبسها ما يرجعهاش تاني. فبيحبس الحرارة فين? في الارض. وده اللي بنسبب في ارتفاع ضربات الايه? الحرارة. وممكن نقول ان هو ده السبب الرئيسي. فعملية ارتفاع الحرارة اللي بحس بيها في اوقات غير اوقاتها الطبيعية. يعني مسلا ايجا مسلا في شعر احداشر. لسه مفيش شتة لسه. لسه جو حر. طب الحرارة دي جاء من اين? بسبب ارتفاع معدلات غاز ساني اكسيد الكربون في الهواء الجوي. فكلام ده بيسمو ايه بقى? بيسمو كلام تأثير الصعوبات الزجاجية. على اعتبار نفس الكلام بيحصل هو هو في الصعوبات الزجاجية. صعوبات زجاجية يعني ايه? يعني مسلا بيجيب بيت بالازاز كده ونزرع فيه نباتات. طب ازرعها جوال ايه? النباتات دي المفروض انا بتتزرع في الصيف. محتاجها حرارة. وانا هزرعها في الشتة. طب بيجيب حرارة منين? والازاز بدخل حرارة الشمس يحبسها جوه فحرارة تعلى. فدي بسموها صعوبات الزجاجية. ساني اكسيد الكربون بيعمل لي ايه? ده بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو. عشان بيعمل عمل صعوبات الزجاجية. عشان بيسمح بنفس الاشاعة الحرية من الشمس. ولا يسمح بعضاتها مرة ايه مرة اخر. طب من تاني غير ساني اكسيد الكربون بيانتك من اكسيد الكربون. طب غاز اول اكسيد الكربون ده بقى ده بعتبر غاز خانق. بيسبب بيبقى صدع اغماء. الام في المعدة. وقد يؤدي لليه? الى الوفان. بيجي منين غاز اول اكسيد الكربون دوت? ده بيجي من احتراق الغير كامل للوقوت. لما انا مسلا بحرق الوقوت بس بحرقه ببطء جديد. فلما حرقه ببطء جديد ينته غاز اول اكسيد الكربون. الواحد لما نصنش كذا الغاز ويشم الغاز دوت مشكلته انه عاديم اللون. عاديم الرائحة. مالوش اي ضعم ولا ريحة. بيشم من غير ما يحس. فلما تشبع الجسم بغاز اول اكسيد الكربون بيقدر حالة اغماء. ويؤدي الى الوفان. فده خطورة الغاز دوت. في عندك اكسيد الكابريت. اكسيد الكابريت دي برضو بسنتك من احتراق الايه? الوقوت برضو. زي ثاني اكسيد الكابريت. وسالس اكسيد الايه الكابريت. دي غازات حمضية بتعمل لتهيج في الجهاز التنفسي وتآكل في المنشآت. طيب ايه اللي يوصل الغازات ديت لجهاز التنفسي? وليوصلها لتآكل لمنشآت? الغازات ديت المفروض انها بتكون موجودة في الهواء الجوي بسبب حرق الوقت. لما بتسقط مية الامطار فالغازات دي بتضوفوا مية المطر. فلما تضوفوا مية المطر تعمل لحاجة اسمها امطار حمضية. فالامطار الحمضية ديت عاملة زال احماض. عشان كده لما تنزل مسع على الوجهات الرخامية بتاعت المباني تعمل تآكل. لما تنزل مسع على التماثيل تعمل ايه تآكل فيها لان تاكل ايه المواد الجيرية ديت. ده بالاهدافة برضو ان الواحد لما ينصنشو تهازير الغازات تعمل خلل او تعمل تهيج في الجهاز التنفسي ايه بتاعه. في عندي اكسيد الناتروجين. طب اكسيد الناتروجين دي اساسا بتيجي منين? اكسيد الناتروجين ديت اساسا بتيجي ان الهواء حواليا بيحتوى على نسبة عالية من غاز الاكسوجين واحد وعشرين في المية. نسبة عالية من غاز الناتروجين تمانية وسبعين ايه في المية. بس ده الواحده. وده الواحده ما نومشو علاقة بيه ببعض. لما يحصل برد ورعد شرة كهربية بيتحد الاكسوجين مع الناتروجين ويتكون اكسيد الناتروجين. ودي عبارة عن غازات حمضية سمة. برضو نفس الكلام بتدوب في مياه الامطار وتكون امطار حمضية. وتعمل اخطار كبيرة. فبتعمل تهيج في الجهاز العصبي بتاعي. بتعمل تلف في الجهاز العصبي. وتؤدي برضو الى ضادرار برضو ومتاعب برضو في العين او تسبب في اصبت الايه العين. بتتولد اثناء البرد. دي غازات سمة. غازات حمضية. بتعمل تهيج في الجهاز العصبي واليه والعين. رابع حاجة موجودة. فرق الفحم. لما احرق فاح. احرق للاف السلوزية. يعني ايها لاف سلوزية? زي الورق والسجاير. زي مسلا اخصان الاشجار الجفة. دي بسماء لاف سلوزية. الحاجات دي لما يتحرق بينتج منها غازات بتسبب سرطان فين? في الرئة. فبتأدي لحدوث سرطان في الرئة. فالحاجات دي كلها بتيجي منين? بتيجي زي ما انتفقنا من الغازات اللي بتنتج من التفاعلات الكيميائية. يبقى كده التفاعلات الكيميائية لما بيحصل المفروض التفاعلات الكيميائية لها اثار ايجابية لها اثار سلبية. اثار ايجابية بس هذا ما في حاجات كتير بالنسبة لي مفيدة بالنسبة لي جدا. واثار سلبية اللي بيانتج عنها غازات. بالسبب برضو اضرار كبيرة. بالسبب برضو تلوث فين في الهواء ليه? الجوش. فلو جالي مثلا سؤال وقال لعال لي لما يأتي التفاعلات الكيميائية, سلح اس وحاد Дين? التفاعلات الكيميائية نقمة ونعمة في نفس الوقت. يعني اس لحاس وحاد دين. الحاجة لما يكون سلحاس وحاد دين. يبقى لها منافع ولها اضرار اولو منافع هاي واضرار هايين? لما يكون نعم وهو نقمة برضو نفس الكلام. لها منافع واضرار اول منافع اييه واضرار هايين. كدة بحنا خلصنا الوحدة الاولانية كلها. تلات دروس الكيمياء كلهم خلصوا. ان شاء الله ربنا سأل بازن الله في المرة الجاية. نبدأ بقى نخش على الوحدة الايه التانية ونتكلم عليها. هنتكلم بقى لوحدة فيزياء مختلفة خالص عن الايه الوحدة اللي فاتت. الكلام جديد خالص غير اللي فات. اتمنى يكون اللي الكلام اتفاهم كويس. وانا لقاف حلقات قادمة ان شاء الله. انا معكم استاذ شريف الجارش.